بالنسبة ليه الأستاذة هدى بتقول يعني أن الواحد يتوكل على الله أو يفوض الأمر على الله يعني هي بتقول أن البنت جالها عريس الولد هم متكافئين من الجهة الأسرية لكن مش متكافئين من الجهة المالية وبنتها بتشتغل ومش هقدروا يفتحوا البيت إلا لو هو يعني جاءه وسألوا أنه أو هي جت لهذا الخاطب وقالت له أن أنا حساعدك في البيت وأنها تفتح معاه البيت أي أمر الإنسان بيبدأ عليه أن يبدأ بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى فيبدأ ذلك بإيه؟ يبدأ ذلك بأنه نستخير ونعلم بعض الاستخارة الأباء والأمهات يعلموا الأولاد حتى منذ صغرهم اكتبوا لهم دعاء الاستخارة كده يبقى عندهم أنا بعمل أي حاجة أستخير والاستخارة معناها دعاء استعانة أنا أستعن بالله سبحانه وتعالى وأسأله من خير الدنيا والآخرة فبسأله طريق اللي أنا عايز أخده ده إن كان خير يسره وإن كان شر صرفه وصرفني أنا كمان عنه وإن كان خير يسره لي ويسرني له فأنا بتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالاستخارة من السنة إن إحنا نتوضى ونصلي وبعد الصلاة بعد ما نسلم ندعو بدعاء الاستخارة كنت في عجلة من أمري وعايز أقول الدعاء بس ما فيش مشاكل نقول الدعاء لكن الصورة الكاملة إن الإنسان يتوضى ويصلي ويدعو به دعاء الاستخارة وأقدر أعلم ولادي كده وأعلم نفسي كمان أو نذكر أنفسنا بيدعاء إذا كان هناك قبول مبدئي وإذا كانت هناك بعض الاتفاقات اللي ممكن هذا الخاطب يقوم بيها وإذا كان فيه هناك الأمور بتمشي معنا ناخد بالأسباب ندي فرصة للبنت وندي فرصة للولد وفي نفس الوقت هتفهم البنت الوضع إزاي وأبوها لازم يشترك مع حضرتك في هذا الكلام على أساس إنه يبقى الاختيار هنجد كده الأمور إما بتمشي إنها بتسير أو إن الأمور بتوقف لو حسيتي فعلا إن الفارق ربما يقدي إلى مشاكل فيه ما بعد فتقدري إنك هتتناقشي مع بنتك وتفهميها الوضع لا هي حتتعاون والأمور حتمشي بالتعاون بينهما وهي تقبل ذلك مش بتسرع عشان ما يبقاش فيه مشاكل توقف الحياة بعد كده لكن الغالب فيه الشباب الآن إنه بيبقى فيه نوع من التعاون بين الزكور والإنس في هذه المسألة أو بين الأزواج والزوجات في هذه المسألة لكن هي الغالب من جهة العادة أو العرف لكن فيه بعض الأماكن لا تقتضي مش يواجب عليهم لأنه الأصل إنه الرجل هو الذي يقوم بكل شيء لكن في بعض الأوساط والبيئات والأعراف بتكون هي الطيبة حاكمة في ذلك الناس بتتعاون مع بعض لكن إحنا كل ده بنقول نصائح لكن يبقى إن إحنا نستخير نسأل كويس نشوف ندرس الأمر إذا كان مش هيؤدي إلى مفاسد في المستقبل أو إلى مشاكل نبتدي ناخد الموضوع شوية بشوية يا صاحبة السؤال ولما جاء صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام وأرشده عليه الصلاة والسلام قال له أعقلها وتوكل يعني الإنسان يعمل اللي عليه في عالم الأسباب مع صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى اللي بيدبر كل شيء وبيصخر لنا كل شيء بل الإنسان ياخد بكل الأسباب اللي من ضمنها حسن التفكير هل حتستقيم الحياة بنتي بظروفها دي وهذا الخاطب بظروفه دي ولا لن تستقيم والهوى ما يدخلش إنما التفكير الحر اللي بعيد عن الأهواء إن تفكير الحر اللي ياخد بأيدينا إلى القرار المنضبط ده حسن التوكل على الله إن الإنسان ياخد بالأسباب المتاحة بالنسبة له صاحبة السؤال ترجمة نانسي قنقر